وهذا سائل يقول اذا استدعاني احد الاقارب انا والعائلة الى حفل الزواج ويكون في هذا الحفل استعمال الغناء وكذلك يكون الاختلاط بين الرجال والنساء ويتم التصوير بالكاميرا والسؤال هل احضر هذا الحفل لانني اذا قاطعته يغضب عني هذا الجار للعلم اني اذا حضرت لا استطيع ان اغير شيئا لا يجوز لك الحضور في حفل فيه تصوير وفيها غاني وطرب هذا لا يجوز لان هذه منكرات وانت لا تستطيع تغيرها الزواج غيره اذا كان هناك اجتماع فيه مناسبة وفيه منكرات وانت لا تقدر على تغييرها فلا تذهب اليها وايهما اخف غضب صاحب كل غضب الله سبحانه وتعالى الله يغضب من هذه المعاصي فعليك ان تتقي وتدرى غضب الله ولا تدرى غضب صاحبك لا تخف الله لومة لايم ولو ان الناس عملوا بهذا لارتدع المفسدون وارتدع هؤلاء عن غيهم لكن اذا شجعناهم ذهبنا لهم وقلنا انما بدينا حيلهما ولا حنا مزعلين الربعنا ولا ولا هذا لا يجوز هذه مداهنة هذا لا يجوز لكن لو ان المسلمين تعاضدوا وهجروا هذه الحفلات لارتدع هؤلاء وتركوها وخجلوا نعم